السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه الحاجة اللي ممكن واحد يعملها عشان يبقى مركز في المذاكرة ويقدر احقق نتاج كتير جدا ممكن واحد بيذاكر عدس عكتير جدا بس مش قادر يفتكر المعلومة واحد بيذاكر اقل منه ويفتكر المعلومة طبعا فيه فروق في المقدرة الشخصية بس في بعض الحاجات اللي ممكن تضغع في الانتاج بتاعك زي ان انت تبقى مخطط للمذاكرة بتاعتك ومنساش ان انت لو عاد تذاكر مادة عشرة ساعات متواصلة مش بفي استفادة انت ممكن تتذاكر ساعة مادة معينة وبعد كده تاخد بريك تلعب اي هوية انت عايزها تشرب حاجة معينة تلعب تمارير الرياضية وبعد كده تذاكر مادة تانية المخ يكون استوعب اللي فات فلما تاني يوم تذاكر المادة اللي انت ذكرتها مبارح الساعة ديت تقدر تتلاقي الاستفادة اكتر حاول تتعاون مع بعض الاسقاء وتبدأوا تذاكروا مع بعض لو حدها هيدايع وقتك ابيد عنه خالص لو انت ما بتحبش المذاكرة الجماعية ابيد عنها بس هي الفكرة كلها ان انتو تسألوا بعض يبقى في قاعدة كده تسألوا بعض فيها حاول انت بتذاكر تتكلم بصوت مسموع حيث ان انت مخك بيسمع كان في حد تاني بيقولها فبيفتكرها اكتر حاول تكتب تمام؟ فيه نوعين من الكتابة فيه نوع ان انت بتشغبط كل حاجة بتقراها يعني كل مخك تتعود تكتبها حيث ان مخك بقى بيشوف وبتكتب وبتسمع فده يزود الانتاجية وفيه حاجة ان انت تتلخص تمام؟ بحيث ان انت لما تجي تذكر الكتاب ما تعودش تفتح الكتاب من اول الاخره وبقى فيه حشو كتير لا ممكن تبقى فيه صفحتين ثلاثة يلخصوا المنهج دوت ممكن حتى تخذه معاك طول ما انت ركب الاوتوبيس او المقربصة او العربية تفتحه وتبقى كده تفتكر الكتاب كله من خلال صفحتين دي الصفحتين ثلاثة اللي انت كتبوا وممكن تكل شوية تختبر نفسك يعني تكل شوية تكتب اسئلة فانت لما تقرى سؤال تفتكر الاجابة لو ما تذكرتش تبدأ ترجع الكتاب وحاول تنوع يعني بش طول يوم ذاكرة مادة واحدة لا نوع شوية ساعة 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 وثاني يوم غير وكده بحيث ان بفيه تنوع في المعلومات وما يبقاش المخيزة وحاول تقسم المعلومات لاجزاء بحيث النهاردة مثلا زاكر كزا تاني يوم غير كزا تلاتي يوم غير كزا قبل ما نام مثلا في بعض المعلومات اللي انا عايز المخ طول ما انت نايم يعد يرجحها مثلا كلمات انجليزي قرآن تبدأ ترجحها طولها وانت قبل ما تنام فالمخ يعد يفتكرها طول ما انت نايم حاول تفصل الموبايل على الانترنت كم ساعة اللي انت تتذكر فيه بحيث انت بش كل شيء تبص لان ممكن تبص خمس دقيق لا الوقت تسحب معك ساعتين ثلاثة ولو تقدر تلغي الهساب بتاعك توقف فترة الامتحانات يكون احسن تمام حاول تطبق اللي انت بتتذكره يعني لو انفع ان انت تعمله عملي كان فيه مشروع مثلا وده الورق المطلوب يعني ان انت بذكر مثلا دارة مشاريع فتتخيل ان معك مشروع في الحقيقة وبتديره فتفتكره اكتر ممكن تتفل معها ساحبك انت المالك وانا الاستشاري وده المقاول وده نصاب حرامي هيجي ينصب علينا فتبدأ تتخيل المشروع بحيث بسهل جدا انت تفتكره في فترة الانتحان